ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي علي رباح من أمام مقارقامة المنتخب الأرجنتيني في جامعة قطر أهلا بك علي إذن يصل المنتخب الأرجنتيني إلى الدوحة كيف تصف الأجواء التي استقبل بها هذا المنتخب المرشح لنيل الملقب تفضل نعم بداية كما ذكرت نحن هنا في جامعة قطر حيث تقيم بعض المنتخبات بدءا من المنتخب الأرجنتيني الذي وصل بعد منتصف ليل أمس إلى جامعة قطر لماذا جامعة قطر؟ لأنها بطبيعة الحال هي مجهزة بتجهيزات بمواصفات عالمية وأولمبية كما ذكر مسؤولو الجامعة بطبيعة الحال سيبدأ المنتخب بعد حوالي الساعة من الآن تدريباته في الاستاد خلفي وهو الملعب رقم ثلاثة أيضا في هذه المنشآت ستصل في الساعات القليلة المقبلة أو في الأيام المقبلة المنتخب الإسباني هناك أيضا تدريبات بعد ظهر هذا اليوم للمنتخب الهولندي وبالتالي هذا ما ذكره رئيس الجامعة يوم أمس إذ أكد بأن جامعة قطر هي في صلب كأس العالم وهي تشارك في هذا الكأس بطبيعة الحال مساحة كبيرة جدا الملاعب ضخمة جدا وهي تتسع لعشرة ألاف لاعب التنظيم أيضا هنا هو تنظيم كبير هناك أكثر من فرقة الفرق التي ترتدي اللون الأحمر والأسود هي فرق للفيفا وأيضا هناك فرق للأمن القطري بطبيعة الحال كان وصل المنتخب بعد منتصف ليل أمس كانت الجماهير بانتظار هذا المنتخب هو مرشح بطبيعة الحال كما ذكرت هذه الجماهير في الفيديوهات التي شاهدناها على وسائل الإعلام وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي كانت ذكرت بأنها تتوقع لهذا الفريق أو لهذا المنتخب الفوز بكأس العالم نجم الأرجنتيني ليوني المسي يرشح منتخبات مثل إنجلترا وفرنسا وكذلك أولندا لنيل اللقب بدون أن يذكر منتخب بلاده الأرجنتين كيف يمكن أن نفهم ذلك تفضل هو على عكس جمهوره بطبيعة الحال الجمهور الأرجنتيني يقول بأنه جاء إلى هنا جاء إلى الدوحة ليشجع بلاده سعيا لأن يحصل على هذا الكأس وليعود ليولن ميسي بهذا الكأس ولكن بطبيعة الحال هناك تحليلات كثيرة بشأن تصريحات ميسي بعض هذه التحليلات تقول بأنه لا يود أن يرفع من سقف هذه المنافسة خوفا من الخسارة خلال الدور الثاني ربما أو حتى كي لا تصل الأرجنتين إلى الدور الأخير ولكن بطبيعة الحال أبان يعني طموح الجمهور الأرجنتيني يرفع السقف أملا بالحصول على هذا الكأس كما ذكرنا وكما ذكر هذا الجمهور يوم أمس لدى استقباله المنتخب نعم أبان علي رباح مراسل التلفزيون العربي من أمام مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني في جامعة قطر شكرا جزيلا لك